اشتركوا في القناة اشتركوا مع بعض خاتم صغير او خاتم عقل لو تفتكروا احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده الخاتم ده عايزة اعمل الحاكم الصغير بتاعه في ناس كتير قوي طلبت مني خواتم عقل باشكال مختلفة فهنسمي اللون نبتدي نشتغل بالسلك النحاس الواحد ملي معايا الاصافة وعمود الخواتم عمود معايا كمان الزرادية المبرومة الزرادية الخشنة ومن نفس الدرجات طبعا الخاتم هيبقى صغير جبت اتنين من الاحجار اللي انا اشتغلت بياه هنا زي ما احنا شايفين كده كان اللولي المزارع ومعايا كمان كريستال باللون النبيتي فهعمل كده اول حاجة هنبتدي بيها هنشكل السلك على المقاس طبعا اللي احنا عايزينه هلف لفتين أنا طبعا خواتم العقل دايما بحب عملها بلفة واحدة بتبقى قرق بكتير فاللي حابب يعملها لفة او لفتين طبعا دي حرية شخصية فممكن نعملها المقاس ده فهعمل ايه هاخد الجزء ده بس أنا كده خدت المقاس اللي انا هشتغل به همسك السلكين طبعا يعني نتيجة اللف الأسلاك دايما بيبقى عندي ناتج طرفين من الأسلاك دي هعمل كده دي اول حاجة بتعملي رأي عمليت ربط آآ للخاتم بتاعي آآ هنا طبعا مش هنشتغل بنفس الطريقة آآ زي ما اشتغلنا في الخاتم الكبير هنشتغل بشكل مختلف شوية آآ هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاع الخاتم ده في صندوق الوصف هعمل كده هزبط الفريم بتاع الخاتم بتاعي انا عايز هيبقى الدايلة دي تبقى في النص وتبقى مرتاحة على الصباح ما تبقاش آآ عالية عشان تقوم مزبوطة هعمل كده هبتدي اريح اللفة اللي انا لفتها دي بالشكل ده وازبطها كده الطرف ده احاول دخله من تحت الخاتم واخلي السن بتاعه يبقى طالع للسلك نفسه عشان يبقى الخاتم مريح في اللبس كده آآ الطرف اللي فاضل عندي ده التصميم ده تصميم آآ آآ حلو انا ممكن آآ اركب فيه اي حاجة آآ عجباني اي حاجة نفسي فيها مش بس احجار ممكن اشكال آآ معمولة بالسلك ممكن اي اشكال انا حباها اركبها في الجزء ده هاجي اعمل كده لفة زي لفة اللفة العادية بتاعتنا اللي هي لفة المصمارة العادية بتاعتنا خالص بالشكل ده وازبطها طبعا انا ملفتش المصمار قدامكم احنا آآ لفة المصمار عم عمعناك كتير قوي في فيديوهات قبل كده وهبتدي اركب آآ الحجارين اللي معايا اللي حابب يزود ممكن يزود يضعف الارقام بتاعت الخرز بس انا حابا يبقى كده بصوا انا حابا يبقى بس كده ونحاول نصغر اللفة عشان تبقى مناسبة للخرز اللي معانا او الاحجار بتاعتنا اللي احنا مركبانها بالشكل ده بس كده خلص الخاتم من اسهل خواتم خواتم العقل بالذات اللي هي المفتوحة كمان ممكن احنا عاملين خاتم مقفول وفيه احجار بتبقى فيه خواتم بس بتعتمد على ان انا بلف سلك على ايدي واعمل له اي تصميم بسيط من فوق عشان يبقى متناسب مع حجم العقلة الصغيرة اللي انا بلبسه فيها وبيكون بالشكل ده بس مش اكتر اهو يا رب يكون عجبكم الناس اللي طلبت مني خواتم عقل بتصاميم كتير ان شاء الله ننفذ حاجات كتير او مع بعض لو عجبكم الفيديو ياريت شير ولايك عشان قناتنا تكبر ومتشكرة اول متابعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب اكون قدرت اقفتكم لو عجبكم الفيديو ده ياريت لايك وشير الفيديو واشتراك لي القناة ومتنسوه اشتفاع عليه ورمز الجرس عشان يوصلك كل جديد